تماشياً مع الأوضاع الراهينة لانتشار فيروس كوفيد 19 تطبق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الشارقة بمقرها الواقعي في خرفكانة تطبق اسلوب التعلم المدمج الذي يجمع بين المحاضرة الصفية والتعلم عن بعد بشكل مختلف ومميز عن باقي الكليات والجامعات الموجودة في الدولة يبدأ العام الدراسي هنا في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في عروس الساحل الشرقي خرفكان فباختبار للهيئة يبدأ التسجيل للعام الدراسي الجديد اختبار يضم أسئلة ومعلومات عامة تبين مدى حب ومعرفة الطلاب المقبلين على الدراسة في هذه الكلية بما يتعلق بالسفن وهندستها ليبدأوا بعدها عامهم الدراسي الذي ينطلق بشكل مدمج يجمع بين الدراسة عن بعد والدراسة في الأكاديمية قسمنا أصلا الطلبة بالكامل بحيث الطلبة الموجودة بالكامل نحن قلنا مثلا تقريبا كل دفعة متواجدة يوميا طلب الترمي أول تحدد لها يوم لها محاضرات العامل بتاعتها ولها المحاضرات التدريبات العامل اللي معانا في التعبير وطلبات الرياضية طلب الترمي تاني هكذا وطلب الترمي تالي هكذا يتقسموا على مدار الإسبوع بالكامل بحيث لا يقواش فيه عدد كبيرة من الطلبة موجودة عندنا في الكل وخلال جولتنا رصدت كاميرا أخبار الدار جاهزية الأكاديمية لاستقبال الطلبة في بيئة آمنة تحد من انتشار فيروس كوفيد 19 وخلال الجولة أيضا التقينا بعدد من أعضاء الكادر التعليمي الذين أطلعونا على ما يميز هذه الأكاديمية دون غيرها طبعا هما اتجهوا للأكاديمية لسبب رئيسي ان هما بيؤهلوا بشاهدين الشهادة الأولى هي شهادة أهلية اللي هي بنسميها Certificative Competency أو COC اللي هي تعتبر الرخصة اللي من خلالها الشخص يقدر انه يعمل على ظهر السفينة كظابط بحري ويترقى إلى درجة ربان أو أبطان أو مهندس بحري ويترقى إلى درجة Chief Engineer أو كبير مهندسين دي الشهادة المهنية اللي بتؤهل الأكاديمية للحصول عليها بعد أربع سنين بالإضافة إلى بكاريوس في تكنولوجيا النقل البحري أو تكنولوجيا الهندس البحرية وتشهد الكلية إقبالا ملحوظا من العنصر النسائي على الدراسة فيها حيث بلغ عدد الطالبات ما نسبته أربعون بالمائة من إجمالي عدد الطالبة ما يؤكد حرص المرأة الإماراتية في خوض غمار العمل في القطاع البحري الوطني حوالي أربعين في المائة من الطالبة اللي موجودين هنا هم بنات خمسة وتسين في المائة من البنات اللي موجودين عندهم وصلوا حوالي ستين بنت الكلية حاليا بتحتوي على مية أربعة وخمسين طالب منهم ستين بنت وتسين في المنهم مواطنات لتكون بهذا الأكاديمية قصة نجاح جديدة سطر نجاحها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشرقة وأهداها لأبنائه من الطالبة والطالبات عشاق الدراسة البحرية بأنواعها حرص الأكاديمية على استمرارية العملية التعليمية رغم أزمة كورونا ومواصلة مسيرتها في مختلف القطاعات بكل كفاءة يأتي ضمن مسؤوليتها المجتمعية لأخبار الدار فايزة الضنحاني من مدينة خرفكان